هنروح لخبر آخر سعيد يبدو أن النهاردة كان يوم الانتصارات الخارجية لنادي الأهل للعاب الأخرى فريق كرة السلة تدى مشواره ومشوار الدفاع عن اللقب العربي النهاردة بمباراته مع الميناء اليمني واللي انتهت الحمد لله النهاردة باكتساح كبير للفريق الأحمر النادي الأهلي وانتهت اللقاء 133 بفرق حوالي 80 نقطة عن الميناء اليمني الفريق المحترم المكافح وده كانت أول مباراة المجموعة وده جمهور النادي الأهلي المساند في الكويت للفريق بالرغم النهاردة المباركة الساعة 2 في وقت الدوام أو العمل في دولة الكويت ولكن كل هذا الجمهور فضل أنه ياخد أجازة ويروح يقادر في رئيته اللي قبلها كمان في المطار واللي مستر أجوستي بوش نزل تويتا على تويتر بيشكر فيها جمهور النادي الأهلي على الاستقبال الرائع وبيشكرهم مقدما على الدعم اللي هيقدموه في البطولة أو خلال البطولة اللي شافوا طبعا مستر أجوستي بوش من شعباتي نادي الأهلي الكبيرة في الكويت طبعا فاكوادي لعب النجيري المنضم للنادي الأهلي هذه البطولة فقط طيب خليني أقول لحضراتكم مشوارنا بعد كده هنلاعب بعد بكرة يوم الجمعة القادم هنلاعب إن شاء الله الرياضي اللبناني وبعديه بيومين الغرف القطري وبعديه بيومين إن شاء الله هنلاعب الرياضي اللبناني طبعا المباراة بتقام في الكويت العاصمة الكويتية الكويت وهتنتهي المباراة في 15-15 من 5-15 ده معاد البطولة خليني النهاردة أستعرض مع حضراتكم نتائج الأشواط الأشواط جاءت كالآتي 34-14 الشوت الأول الشوت الثاني أو الفترة التانية انتهت 71-23 الفترة الثالثة انتهت 97-46 الفترة الرابعة 133-53 إذن أحسن فتنتين لابناهم الفترة الثانية والفترة الأولى والفترة الرابعة البداية والفنش وهكذا عودنا مستر أجوستي بوش البداية والنهاية هي دي اللي بتكتب كل أسباب النجاح البداية القوية والنهاية القوية ما بين البداية والنهاية بيبقى المباراة سجال ولكن دايما بيعتمد على البداية والنهاية ودي اللي بقى خلينا اوضح لحضراتكم اقول لحضراتكم افضل المسجلين النهاردة في مباراة اليوم يعني جات لنا الاحصائيات وهقول لحضراتكم اول حاجة عندنا النهاردة في الاحصائيات عمر زهران 30 نقطة النهاردة بنتكلم على عمر زهران بيحط 30 نقطة وهنا عايز اتوقف قليلا انه عمر زهران ده احد ناشئ النادي الاهلي وعمر زهران تعرض لاستبعاد في كل الأعمار السنية من المنتخبات مصر ما دخلش ولكن سبت ولكن مستر أجوستي بوش استطاع أنه يعني من الآخر يعني يحتضن عمر زهران ويرى فيه أنه يعني مستقبل لاعب باهر ادى له الثقة بداياتها خلينا نقول برضو الأول من أول كابتن أقشف توفيق عشان ندي لكل دي حق حقه كابتن أقشف توفيق صعاده في الموسم اللي كان هيمشي فيه ولمشي بعد منه يعني وبعد كده المشي فيه من نفسه في نهاية هذا الموسم أو استقال في نهاية هذا الموسم كان عمر زهران مصعد بيلعب معه جي مستر أجوستي بوش ادى لعمر وقت أكتول ووصل بنا لحالة النهاردة أن عمر زهران بيحط 30 نقطة مع الفريق الأول جي ويجي وراءه وولتر هوج 17 نقطة لعبنا المحترف اللي كان ضفنا من حلقتين فكوادي اللعب نجير 16 نقطة أحمد إسماعيل 15 نقطة أحمد إسماعيل عنده دلوقتي حالة نطج جميلة جدا أحمد إسماعيل عنده حالة من الاستابيرتي وحالة من الاتزان النفسي بسم الله ومشاء الله ربنا يحفظه عنده حالة جميلة جدا في الملعب الحقيقة بيتحب تشوفه في الملعب أحمد إسماعيل بعد تجربته في الاحتراف في السعودية وعودته النادي الأهلي لا في حتة تاني عمر الجند 11 نقطة مروان سرحان 11 نقطة سيف سامير 11 مؤمن طريق خير 8 نقاط أحمد مهيب 6 هاب أمين 3 نقاط عبدالله ناصر نقطتين النهاردة كل الفرقة لابت الناشئين عندك مؤمن طريق خير لاب عبدالله ناصر لاب عمر زهران وهو أحد الصعادين ما بقاش صعاد بقى خلاص بقى يعني عمود من أعمدة الفريق وخليني بس يعني أوضح أنه مستر أجوستي يعني وزع الحمل بشكل جبير على اللعيبة عشان تبقى مباراة تجربية تصعودية عشان الغرفة قتري بعد بكرة فريق الغرفة فريق محترم جدا النهاردة الاتحاد السكندرية أقدم فاز في وزع عريض في أولى مبارياته ودي على نادي حلب السوري الحقيقة اللي احنا مبسوطين جدا نادي حلب السوري الحقيقة شارك أنا كان لها الشرف لعبت في حلب في ملعب حلب السوري يعني جمهور أو جمهور كرة السلة تسعة وتسعة اتنين وخمسين فاز النادي الاتحاد السكندرية أهلي حلب أنا أسف أهلي حلب فيه اتحاد حلب السوري وأهلي حلب يعني حلب مدينة حلب جمهور البسكت هناك جمهور عاشق لكرة السلة يعني سواء نادي اتحاد حلب السوري أو نادي أهل حلب السوري الناديين دول كان مباراة ومنك بتبقى حدوتة وقصة كبيرة فالنهار ده أنا سعيد أن أشوف تاني فرق السورية بتشارك وبتشارك بقوة أتمنى كمان أن هم يعني توفيق لهم لأن الحقيقة كرة السلة السورية وحشتنا الحقيقة ومحتاجين من الأيام أنور عبدالحي طريف أنا مش عايزة أن أقول عمر يعني العيبة كتير جدا من المنتخب السوري يعني شرفت أن أنا صدقتهم يعني ولعبت أصادهم فترة طويلة يعني أتمنى إن شاء الله أن أشوف تاني الفرق السورية بشكل كبير بس خلينا قبل ما نروح للخبر اللي بعد كده هتكلم عن قطاع الناشئين في النادي الأهل المستر أجوستي بوش النهاردة بيقول أنا ما جبتش صفقات أنا معتمد على أولادي النادي أنا عندي ثروة كبيرة جدا في النادي الأهل بس حافظ عليها ورعاها هوصل بيها أن أنا مش عايز صفقات تاني هاعتمد على أولادي وده بيوفر معنا ميزانية بيوفر معنا حاجات كتيرة جدا جواب النادي قالي بيتطلع لعيب أنت مربيه في النادي على روح النادي قالي والكلام ده كله خلينا أقول لكم أن قطاع الناشئين ده اعتمد أو يعني كان سياسا من قديم يعني من الأول كابتن طاهر راجب رئيس قطاع الناشئين والناشئات وللحقيقة كان ليه دور كبير أنه يعمل عدد كبير من اللاعبين خلفا بعده كابتن سيد صابر ودكتور أسامة النمر كان ليهم دور كبير الحقيقة وقدوا أداء كويس مع قطاع الناشئين وكان عندنا النهاردة السنة اللي فاتت ست لعبين من أصل 12 لعب منتخب مصر للشباب اللي بيحصل بطولة أفريقيا ست لعبين من النادي الأحل نصف خمسين في المية من فريق كرة السلة للناشئين اللي خد أفريقيا وتلقى كاس عالم من النادي الأحل فطبعا كابتن سيد صابر وكابتن دكتور أسامة النمر السنة اللي فاتت السنة دي إن شاء الله مستر دانيال إن شاء الله يضيف إلى قطاع الناشئين ودي السياسة اللي في نادي الأحل إن هو بيهتمد دلوقتي بقطاع الناشئين بشكل كبير والحقيقة أرجع وأقول إن معالي الوزير العام لفاروق دي كانت من أحد يعني توجهاته وأنه هو شايف طبعا قريب جدا من قطاع الناشئين في الألعاب كلها دي كانت أحد توجهاته وأنه عايز قطاع الناشئين في نادي الأحلي أو الناشئات ياخدوا حقهم في تصعيد إلى الفريق الكبير